يظل دائماً جمهور النادي الأهلي هو رقم واحد في كل شيء نهاردة قرر الجهاز الفني للفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي أفشا وفقاً لللاحة وبصراحة من ساعة ما القرار ده طلع وأعلن على منصات النادي الأهلي سواء القناة أو الموقع الرسمي أو صفحات السوشال ميديا الخاصة بالنادي الأهلي بقى كتير هناك اتصالات انهالت عليها بسبب حلقة مبارح وأنا مبارح وضحت لحضراتكم أن اللي حصل بعد المباراة وهذا هو اللي حصل بالزبط لأنا قلت لحضراتكم مبارح ده اللي حصل بالزبط وقلت أن ما فيش حد كبير على النادي الأهلي أبداً ولن يكون هناك كبير على النادي الأهلي النادي الأهلي لن يسمح بأي أخطاء أنا هنا بتكلم النادي الأهلي لن يسمح بأي أخطاء وإن فيه نجوم كتيرة جدا واعتزلوا ولكن الأهلي هو الباقي والكلام كان واضح جدا أن ما حدث في مباراة فاركو وتزديد أفشة لضربة الجزاء التي أهدرت جاء لأسباب وضحتها مبارح والجهاز الفني شاف أن الأمر لا يحتاج إلى عقوبة طب إيه اللي حصل النهاردة؟ وأنا هنا هعلق ووضح الموضوع ومش هتكلم في تفاصيل كتيرة لأن الفريق عنده بكرة مباراة مهمة جدا 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 أمان فاركو فمش هتكلم عن تفاصيل على الرغم من أن أنا سمح لي أن أنا أتكلم فيها ولكن لن أتكلم في أي تفاصيل اللي حصل أن أفشة مبارح نشر بوست على الانستجرام والجهاز الفني أو مدير الكورة في النادي الأهلي اتخذ قرار بمنع اللاعبين من نشر أي بوستات على السوشال ميديا وأفشة بيعتبر اخترق هذا القرار ولذلك تم توقيع العقوبة التي أعلنت اليوم من قبل النادي الأهلي ده اللي حصل وهذه هي الحقيقة ولم يتم توقيع أي عقوبة على أفشة بخصوص ضربة الجزاء زي ما أنا قلت لحضراتكم مبارح طيب هل أنا طلع أقولي الكلام ده من دماغي أو طلعت أقولت الكلام ده من دماغي مبارح حضراتكم تعلموا تماما أن أي كلمة الواحد بيقولها لازم بيبقى واخد باله من حاجات كتيرة جدا خصوصا أن أنا حتكلم عن فريق الكورة أو مبارح تكلمت عن فرض في فريق الكورة فبما أني كنت بتكلم عن فرض في فريق الكورة فأكيد مليون في المية الكلام اللي أنا قلته هو كلام معلومات صدرة من إدارة كرة القدم في النادي الأهلي مش مجرد معلومات أنا طالع أقولها وخلاص فبالتالي لما بطلع أتكلم مع حضراتكم فيه أمر يخص الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي فبطلع أقول يا جماعة طالما عندي معلومات بقول لكم أن أنا عندي معلومات يبقى إذن هذه المعلومات من مسؤول في إدارة كرة القدم في النادي الأهلي مش طالع أتكلم وخلاص عشان كده أنا وأنا بتكلم مع حضراتكم من بارح هناك تنصيق كامل هناك تنصيق كامل في كل هذه الموضوعات وفي كل شيء مش في الموضوعات دي فقط ولكن في كل شيء فيما يخص النادي الأهلي ما بيننا وما بين القناة وما بين النادي الأهلي في كل الأمور عشان بس تبقوا حضراتكم على دراية كاملة بما يحدث عشان كده أنا عندي تفاصيل كبيرة جدا وكثيرة جدا في هذا الأمر ولكن لأن إحنا عندنا مطش مهم بكرة وهو ده اللي عايز أتكلم فيه وهو ده اللي عايز أفتح الكلام فيه مش عايز أتكلم في أمور أخر أنا بس حبيت أودح لحضراتكم أمور بسيطة جدا 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 وبكرة ولا بعده إن شاء الله نبقى نتكلم في هذا الأمر إذا حضراتكم شايفين أن أنا ممكن أتكلم فيه تاني لأن أنا في النهاية جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء جمهور النادي الأهلي مش في القناة بس ده في النادي الأهلي كله أهم حاجة يعني لما جيت أتكلم مع أي لعيب من اللاعبين أقول له حافظ على علاقتك بالجمهور لأن علاقتك بالجمهور هي الأساس في وجودك في النادي الأهلي في كل شيء في كل شيء علاقتك بالجمهور علاقتك بالجمهور دي تبقى من خلال إيه؟ مش من خلال اللي أنا عاود أكلم الجمهور في التليفون والكلام ده كله ولكن اللاعب علاقته بالجمهور من خلال أداءه في الملعب من خلال أداءه في الملعب مش من خلال أي جمهور الأهلي مايفرقش معاه من فين إزاي مايفرقش معاه غير حاجة واحدة بس أن أنت بتبذل عرق وبتموت نفسك عشان النادي الأهلي يكسب في مبارياته في كل الألعاب هو ده الحاجة الوحيدة اللي تفرق مع جمهور النادي الأهلي وده الكلام اللي أنا وصلته لكل اللاعبين أي حد بيكلمني وبيبقى عايز ياخد مشورة بقوله حافظ على علاقتك مع جمهور النادي الأهلي من خلال الملعب مش من خلال الانستجرام ولا من خلال الفيسبوك ولا من خلال السوشال ميدي خلال الملعب أول ما تعمل كده وانت في الملعب وتموت نفسك عشان خطر النادي الأهلي بعيدا عن السوشال ميديا والكلام ده حتلاقوا جمهور النادي الأهلي حيموت نفسه ويحبك أكتر من أي حد تاني فهذا هو الفارق ووجب التوضيح في هذا الأمر